Good afternoon, 4th grade. Please open your workbook at page number 66, Phoenix. اليوم رح نتعرف على صوت جديد مكون من حرفين the vowel and consonant. الحرف الأولاني اللي هو vowel E and W consonant. رح يعطينا صوت مختلف عن كل حرفيهم. حرف E we have short and long E. the short E اللي هو أه and the long E E when we write double E. لكن والW أكيد و. لكن مع بعض رح يعطينا صوت مختلف تماماً. ورح نظلنا نتعلم كل فترة عن هاي الأصوات اللي رح تساعدنا نقرأ أكتر وأحسن. إذن الفونيكس هي لا تقل أهمية عن باقي المهارات لأنها بتساعدنا على تطوير المهارة القراءة بشكل أفضل. ناو بيحكي لك remember remember in some words the letter E W sound like O or O. هلأ ممكن الكلمات اللي رح يمروا معانا فيه اختلافات بالنطق. كمان رح فيه اختلافات بالpronunciation بالامريكان and the British. لكن إحنا رح نركز على النطق البريطاني. كونه أصلاً منهاج British. فرح نعتمد لبرتش بالنطق بهاي الكلمات. E W The Incas had gold, silver and jewels. دولز. هلأ أنا ما بحكي O. بحكي U. U. كأني أنا ببلش بالE وبعدين بروح على الW. يعني لو تحاول تدرب على الصوت أكيد شوي شوي رح يصير أسهل عليك. هلأ أنا نيجي على كلمة أو the first word new. ومرات بنلفظها new لكن اللفظ تبحها البريتش. new new grew flew blue dual drew or drew through أوكي ممكن يكون صعب عليكم لكن شوي شوي مع التدريب بصيري الكلمة عليكم أسهل إذن. E مع W U أو أو أوs أوكي You have to right the letters in this space or this spaces懂 هدول الفراغات زي ما أنا كاتبيتهم هون ري ورؤيتين هوا رحه تعيدوا كتابة الكلمات كمان هون هون two circle the word ر ling رائت ذا وورد رح نضع دائرة علا الكلمة رح نجد الكلمة اللي من نفس الكلمة تقريبا اللي فوق ونضعها بالفراغ كتير بسيطين ومنه بتتدرب على نقطة الكلمة كل ما تلاقي كلمة انت حاول تقرأها زي ما قرأناها فوق هون حاول تقرأهم بنفس الطريقة عبارة عن مراجعة لكل القواعد اللي اخذناهم بيونت 7 رح نلاقي الكلمة المناسبة بالفراغ ونضعها بالفراغ المناسب أصلا قبل ما اروح على ستارز على النون واعرف انه هي معدود او غير معدود مجرد ما هو استخدم are فأكيد انا رح استخدم الكلمة اللي بتخص الكاونتيبل نونز اللي هي money على طول على طول من دون اي نقاش اكيد انا رح استخدم money لانه استخدمنا هون there are فمني اوكي نا نومبر 2 there is not juice in the bottle قبل ما انا شوف juice اكيد استعملنا there is فاكيد رح نستعمل الكلمة المناسبة لaccountable nouns اللي هم اللي هي much نومبر 3 I have not got money I have not got money money اكيد هي تعتبر uncountable nouns او نستعمل معها much هلا رح نشوف في عنا هون money and a lot of اكيد رح استخدم what رح استخدم a lot of لانها بتيجي مع الكاونتيبل مع uncountable فهي بتناسبها نومبر 4 has joe got computer games lots of or much هلا computer games computer games اللي هي countable nouns اكيد ما رح استعمل معها much رح استعمل lots of lots of نومبر 5 how time have you got time الوقت yes excellent يا رابع much نومبر 6 children are in the classroom children الاطفال اكيد جميع فان رح نستعمل money okay exercise number two write sentences use the correct word look at these pictures رح نتطلع على الصورة ونختار واحدة من الخيارات الموجودة بين الاقواس lots of money much money a lot of much money and much okay number one is done there is lots of sand there is lots of sand كيف احنا عملنا هالجملة هلا بالبداية رح نتطلع على الشيء باللي بالصورة عم يتحدثوا عن الرمال رح نحكي رح نحكي اكيد there is لانه شيء غير معدود ورح نختار معه lots of كونه مني لهي للcountable نون وإحنا بدنا للuncountable و lots of تيجي مع الجهتين فأكيد رح نحكي there is lots of sand وأكيد بالصورة واضح انه فيه الكمية الكبيرة من الرمال كثبان رملية هون فرح نستعمل lots of there is lots of sand number two we have a vase and we have two flowers في عنا وردتين فقط وفي عنا much and money وهي countable noun معدود أكيد رح نختار there are not نفينا لأنه ما في عنا كمية كبيرة من الورود money لأنه معدود و flowers أكيد سهلوا بسيط عليكم number three we have birds العدد يعني معقول منقدر نحكي عنه a lot of ليش ما منحكي much لأنه شيء معدود و much للكمية رح نحكي there are not many birds number four we have a cup or a glass it's empty فاضية ما فيها ماي فرح نحكي many or much أو كمية قليلة من الماء في قاع الكأس فرح نحكي there is not much water كونه الماء غير معدود ويستعمل معه much شوانا فينا وحكينا نطلع أنه ما في ماء كثير وأكيد كلمة much تعني كثير فبدنا ننفي okay let's move to the exercise number three complete the sentences with words from each box في عنا two boxes here should, shouldn't, speak, buy, go, play, make, wear number one john is tired john تعبان he to bed ألا بما أنه هو تعبان فأكيد رح ننصحه أنه يذهب إلى النوم فشو رح نحكي should go to bed إذا نخترنا should and go number two it's make's birthday tomorrow غدا هو عيد ميلاد make we a cake for hair بما أنه عيد ميلادها بكرة فأكيد لازم نعمل إلها فرح نختار should وماذا شو معنا يصنع أو يعمل make should make okay number three the baby is sleeping الطفل الصغير أو البيبي نايم the boys is so noisy الأولاد مزعجون أكيد ما لازم يزعجوا فرح نختار أكيد should not should not what play ما لازم يلعبوا بي إزعاد should not play so noisy okay okay number four those girls more politely to their teacher هذول الفتيات أكثر احتراما مع معلمتهم should speak يتحدثون أكثر احتراما should speak number five you those dirty trainers to school أنت هذه أو هذا البوت الحذاء الرياضي المتسخ إلى المدرسة أكيد رح نستعمل should not wear should not wear يجب عليك ألا ترتدي هذا الحذاء المتسخ أو الحذاء الرياضي إلى المدرسة number six that computer is too expensive Harry buy it هذا الكمبيوتر غالي ثمن جدا أكيد أكيد إحنا بدنا ننصح Harry should not buy يجب عليه ألا يشتري هذا الكمبيوتر كونه أن السعر غالي ممكن يلاقي إشيء أخص فshould not buy إذن that computer is too expensive Harry should not buy it goodbye and happy weekend شكرا للمشاهدة